ونبقى في ميونيخ حيث استؤنف الحوار بين لندن وموسكو إثر قطيعة دبلوماسية استمرت 11 شهراً أعقبت قضية مقتل الجاسوس الروسية المزدوج سيرجي سكريبال في إنجلترا ذلك من دون أن يعني ذلك أن نقاط الخلاف الكثير بين البلدين قد ذللت وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها أن اللقاء عقد اليوم على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن بين سكرتير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا ألان دانكن والنائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف هذه القاعة شهدت تجاذبات دولية كبيرة تجاذبات حولت مؤتمر ميونيخ الأمني إلى منصة لصراعات لا توحي بالأمن والأمان سجالات ألمانية أمريكية حول قرار انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا وسجالات أمريكية روسية حول معاهدة الصواريخ النووية إلا أن لقاء بريطانيا روسيا خرق الأجواء السلبية للمؤتمر لقاء هو الأول من نوعه منذ تجميد العلاقات الدبلوماسية بين لندن وموسكو في مارس أذار الماضي على خلفية قضية سكريبال اللقاء جمع وزير الدولة البريطاني لشؤون الأوروبية ألان دانكن ونائب وزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف لكن اللقاء الأول على مستوى حكومي منذ 11 شهرا لم يمنع بريطانيا من الحديث عن تواصل ما وصفتها بالخلافات العميقة مع موسكو مطالبة الروسيا باختيار طريق مختلف والعمل كشريك مسؤول مؤكدة موقفها وموقف حلفائها الثابت حيال استخدام روسيا الأسلحة الكيموية في عملية اختيال سكريبال إذن فالخلافات الروسية البريطانية عميقة على حد وصف لندن لكنها خلافات لم تمنع من لقاء كسر الجليد في قمة مشتعلة إذن هل سيكون هذا اللقاء مقدم لفتح العلاقات بين روسيا وبريطانيا؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة نطرحه على ضيفنا هنا في الستوديو زيد العيسى الباحث السياسي المتخصص في الشؤون البريطانية أهلا بك كواليس ميونيخ عادة ما تقرأ بعدة احتمالات خاصة وأن ما يدور في الكواليس أهم مما يدور في العلن في هذا المؤتمر الأمني الدولي هل يمكن النظر إلى هذا اللقاء على أنه مقدم لعودة العلاقات الروسية البريطانية؟ في الحقيقة هو اللقاء كان تأكيد على إبقاء القنوات مفتوحة وفي هذا إشارة إلى القنوات التباحث من ناحية الأمور الدولية وكذلك المسائل المقلقة التي تهم البلدين ولكن مع التأكيد عن أن الخلافات ما زالت عميقة مع الاتهامات التي توجهها بريطانيا التي وجهها دونكين بأنه لا زالت بريطانيا وحلفاءها يقفون بحدة وبصرامة اتجاه استخدام الأسلحة الكيماوية التي كانت في مدينة سولزبري وهذه كذلك اللقاء كان حدث على خلفية ما قام به جافين ويليمسون وزير الدفاع البريطاني بتوجيه اتجاهات مباشرة لروسيا مما أججت الوضع وصعدت التوتر وذلك بالقول أن روسيا لا زالت تقوم بنشاطات خارج عن الشرعية الدولية في البر والبحر ويتمى كذلك بأنها تحاول التنصر عن مسؤوليتها تجاه العمليات التي تقوم بها المرتزقة وأن أيديها ملطخة بالدماء بالإضافة إلى اتهام الحديث بأنها تريد أن تدفع أوروبا أو إلى سباق تسلح جديد وذلك بتجميدها العمل باتفاقية الخاصة بالأسلحة النوية متوسطة من مدى وتأكيده على أهمية الناتو في هذه المرحلة مع بروز الخصم السابق سما روسيا الخصم السابق الذي يعود إلى الواجهة بقوة وكأنك تقول أن هذا اللقاء ربما لتلطيف ما قام به وزير الدفاع البريطاني لكن أيضا وفي مؤتمر ميونيخ أليكس يانجر رئيس الاستخبارات البريطانية الخارجية MI6 قال بأن الرد البريطاني على روسيا لقاء تدخلاتها في الديمقراطية الغربية وتحديدا مسائل القرصنة الكترونية سيكون مكلفا للروس ماذا يعني ذلك ونحن نتحدث عن استخبارات يعني بين علاقات بينية بينها صحيح وهذا التعليق هو نادر من رئيس ال MI6 الذي دائما يتجنب التصريحات الأعلانية التصريحات ولكنه يشير بقوة نحن نتابعكم ونعدكم بأنكم سوف تفشلون في هذه المساعد وخصوصا أن الاتهامات لا زالت مستمرة والحديث حتى من وزير الدفاع ألمانيا بأنها لا زالت روسيا تسعى إلى شق الصف الأوروبي وهناك اتهامات بأنها سوف تتدخل وبالفعل تحضر للتدخل في الانتخابات البلمان الأوروبي التي سوف تجري في المي فلا زالت مستمرة لكن أريد أن أسمع تعليقك عن ما قاله بيل برودر رئيس أرميتاج كابيتال المجموعة الروسية وهذا الرجل المعارض لبوتين تقليديا قال بأن هناك مفاوضات تجري لإعداد 23 دبلوماسي روسي إلى بريطانيا وهو نفس العدد الذي تم طرده على خلفية قضية سكريبال بعجالة لو سمع في الحقيقة هناك اتهمات بريطانيا كانت تتهم أن هؤلاء من طردوا هم ليسوا دبلوماسيين هؤلاء رجال مخابرات بالإضافة أن بريطانيا قالت أن المسؤولية لمحاولة قتل سكريبال كانت من الاستخبارات العسكرية الروسية فهذا يأتي ضمن الاتهامات المتبادرة ولا يجب أن لا ننسى أن روسيا تقول أن التعامل الأوروبي والبريطاني هو تعامل مزدوج أو بمكالين لأنهم يرون أنه في قضية خاشقشي يسمح وتشجع السعودية وهي المتهمة والمعترفة بعملية القتل للتحقيق ويطلب منها التحقيق بأنها تتحول إلى حكم وقاضي بينما روسيا المتهمة أرادت أن تشارك بريطانيا في التحقيق وقالت بريطانيا أنتم المتهمين ونحن الضحية ولن نسمح لكم بالمشاركة فهذا التناقض روسيا دائما تطرحه وتظهر أن هناك تعامل بمكالين في هذه المسألة شكرا جزيلا لك زيد العيسى الباحث المختص بالشؤون البريطانية